السلام عليكم طائبات الرابع الألمي لثانوية عشتار الأهلية للبنات ودرس جديد من دروس اللغة الإنجليزية خلين نأخذ القاعدة الخامسة لـ Unit 5 وهي قاعدة الـ Causative Verbs الـ Causative Verbs الأفعال السببية وهما Get و Have عندنا فعلا سببيان اللي هما Get وال Have Something done Something done يعني شيء ما حصل هاي الأفعال تكون مسببة لشيء ما يحصل لشخصا ما الأفعال تكون مسببة لشيء ما يحصل لشخصا ما يعني شنو Use this form when someone does something for you نستخدم هذه القاعدة عندما شخصا ما يؤدي شيء ما لك يعني شنو خلي أفهمكم ما خلاله يعني من أقول أنا قصيت شعري ما لها أنا قصيتها بنفسي But when I say I have my hair cut أو من أقول I got my hair cut شنو الفرق بين It says I cut my hair It means I cut my hair by myself يعني أنا قصيت شعري بنفسي يعني أنا اللي أديت الحدث بس من أقول I have my hair cut لقد قصت شعري يعني مو أنا اللي قصيتها يعني مو أنا اللي أديت الفعل شخصا ما هو اللي قصلي For example the hair dresser يعني على سبيل المثال الحلق يعني الفرق بين الجملتين إنه الجملة الأولى أنا اللي أديت الحدث أو الفعل أما الجملة ثانية شخصا ما هو اللي أدي الحدث أو الفعل لي الضاب الأفعال السببية الجملة الأولى ما بها فعل سببية لأنني اللي سويت الفعل I cut my hair أنا اللي قصيت شعري بعد ما فهمنا الفكرة مال الأفعال السببية خلينا أخذ القاعدة القاعدة مالتنا هي أول شي راح يكون عندنا subject الفاعل بعدين راح يكون عندنا الأفعال السببية get أو have أوكي بعدين راح يكون عندنا object المفعول به وبعدين راح يكون عندنا past participle تصريح خلينا أخذ بعض الأمثلة الأخرى we have our windows cleaned طبعا هسا راح ناخد الاستخدام الأفعال السببية لكن بعدة أزمنة يعني من أريد أقول لقد قصة شعري أريد أستخدمها بالماضي أو إذا أريد أستخدمها بالمضارع أو إذا أريد أستخدمها شوكة بالمستقبل أوكي راح ناخد الأفعال السببية بالمضارع والماضي والمستقبل إذا أمر نطعتكم هنا المثال الأصلي we clean our windows نحن نظفنا الشبابيك من اللي نظف الشبابيك؟ إحنا أوكي مو شخص ثاني أدى الحدث لأ إحنا اللي أدينا الحدث إحنا اللي نظفنا الشبابيك هسا أريد أقول نظفت الشبابيك يعني نظف إجا شخص ثاني هو اللي نظفنا الشبابيك يعني إحنا جينا لقيناها اللي أفعال السببية بالجملة first of all we will put the subject راح نخلي الفاعل من هو الفاعل بالجملة ال we نزل مثل ما هو بعدها راح نخلي get or have قبل ما أخلي get or have لازم أشوف زمن الجملة في حال إذا كان مضارع أخليهم get or have في حال إذا كانت الجملة ماضي get or have تتحول إلى got و hat في حالة إذا أريد أحبر عن الجملة للمستقبل أخلي world طبعا إشان أعرف أن الجملة ماضية مضارع ومستقبل من خلال ظروف الزمان اللي ما أخذيها يعني مسبقا عندنا ظروف زمان للمستقبل عندنا ظروف زمان للماضي وعندنا ظروف زمان للمضارع في حالة عدم موجود ظروف الزمان لازم أفهم على our windows إذا هاي أريد أخلي بها أفعال سببية أريد أقول نضيفة الشباب يعني إحنا جينا لقيناها نضيفة رح أحلها بالمضارع مرة وبالماضي وبالمستقبل خل نزل الفاعل في حالة المضارع لقيت or have تبقى مثل ما هي وبعدين المفعول به our windows وبعدين تصرف ثالث الفعل clean شوصير clean إذا نزلت الفاعل بعدين have بالمضارع بعدين المفعول به our windows نضيفة الشبابيك الفعل نضيفة على من وقع الشبابيك إذا من المفعول به الشبابيك وبعدين تصرف ثالث الفعل clean in past في الماضي the same rule نفس القاعدة بس مجرد مكان لقيت والها رح أخلي got or had للتعبير عن الماضي يعني لفعل السببية أحولها إلى الماضي يعني لقيت تصرف got والها بصرف had ونفس القاعدة نفس الحالة رح أنزل أول شيء we الفاعل بعدين إذا عندي have الصر had وإذا عندي get الصر got بعدين المفعول به our windows وبعدين تصرف ثالث الفعل clean في حالة future المستقبل رح أنزل نفس الحالة الفاعل بس قبل الأفعال السببية رح أخلي will للدلالة على المستقبل we will have بعدين أيضا المفعول به our windows وبعدين تصرف ثالث الفعل clean we will have our windows in our windows نحن نظفنا الشبابيك okay we have our windows cleaned نظفت شبابيكنا يعني جنوى قيناها نظيفة هاي بالمضارع وهاي بالماضي وهاي بالمستقبل يعني شنو معنى هايسا بالمستقبل we will have our windows cleaned يعني سوف تنظف لنا الشبابيك يعني رح تنظف إن الشبابيك وتتجهز بس ما إحنا اللي رح نأدي الحدث لا شخصا ما رح يأدي الحدث لكن شوقت مستقبله هتقولون شون تجي هاي الفعال السببية بالامتحان رح أعلمكم شون تجي بالامتحان أول شي رح ناخد صيغة الاختيارات multiple choices عدة ذات تجين اختيارات طبعا الاختيارات يأما تكون عن get والhave يأما تكون عن الفعل لو تكون عن get والhave لو على تصرف الثالث الفعل يعني شون نبيل arranged to have cake نبيل هذا شنو subject فعل arranged to يعني خطط لي ورهجتني يعني هنانا half والكيك هي المفعول به فإذن هنا شنو أريد تصرف الثالث الفعل ونطعتكم made و make ش رح نختار ميت ليش لأن عندنا فعل سببي من يكون عندي بالجملة فعل سببي half او get استخدم التصرف الثالث الفعل مش رح نصير نبيل arranged to have cake made يعني خططه لأن يأخذ الكيك مصنوع يعني مو هو رح يصنع الكيك رح يجي يجغل مصنوع فرح arranged to get the invitations dash فرح هذا subject فعل ووراها عندي get arranged to طبعا هاي معناها خططت كصيغة هنا مستخدمها حتى يوضح الجملة خططت to get تحصل على ال invitations invitations هي هاي بطاقات الدعوة dash اذا هذا فاعل وهذا الفعل السببي وهذا المفعول به ورح نختار تصريف ثالث الفعل رح تكون printed يعني فرح arranged to get the invitations printed فرح خططت انه تأخذ بطاقات الدعوة مطبوعة يعني مو هي تجي تطبعها لا رح تجيها البطاقات مطبوعة وجاهزة اذا هنا نجتني بصيغة الاختيارة ممكن تجي بها بالامتحان هي صيغة تصحيح الفعل correct the verb شون تجيني i had طبعا همي انه تصحيح الفعلي اما رح يكون على القيت وعلها في اما رح يكون على تصريف الثالث الفعل i had my hair cut منطيني بن قوسين شنو cut يريد اصحح الفعل cut هنا عندي subject عندي فعل سببي طبعا هنا بالماضي وعندي مفعول به اذا عندي فاعل فعل سببي مفعول به بقى شنو تصريف الثالث الفعل اذا cut رح احلى بالتصريف الثالث شنو تصريف الثالث الفعل cut هو نفسه رح يبقى cut اوكي ش رح اصير i had my hair cut because it was too long لانه جدا طويل طبعا هنا شون عرفت انه هي بالماضي على يا اساس هو مخليلي had لان هنا عندي was دلالة على ان الجملة بالزمن الماضي فلذلك خلالي had ما خلالي have وخلينا تصريف الثالث الفعل انا زر افزامبو مثال لقى على تصريح الفعل i have هالمرة اجاني تصريح الفعل على have والget ما اجاني على التصريف الثالث i have my hair cut because it was too long لقد قصت شعري لانه جدا طويل زين اهنا عندي فاعل ورا الفاعل احنا ما اخذين نخلي يا اما have يا اما get واذا بالماضي had او get زين انا هنا مدام عندي was دلالة على ان الجملة بالزمن الماضي اذا اريد اصحح الفعل have ايش راح احله راح احله had i had my hair cut because it was too long صححة الفعل have سويتها had لانه عندي was دلالة على ان الجملة بالزمن الماضي صيغة الثالثة هي صيغة طلب وضع have او get في الجملة هاي الصيغة انه يجيب لي بالامتحان جملة وبين قوسين يقول لي use have او يقول لي use get يعني حطه بالجملة have او حطه بالجملة get شو اذا ححلها